السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ياسمين أبو حصيرة رئيس قسم التدريب مركز التعلم الإلكتروني في هذا الفيديو التوضيحي سوف أوضح آلية إنشاء assignment وأيضا إخفاءها ثم ظهورها بشكل أوتوماتيكي بناء على جدولة المحاضر دون الحاجة لإظهارها من طرف المحاضر في البداية قمت بإعداد assignment وضبطت جميع الإعدادات الآن سوف أستعرض هذه الإعدادات معكم من خلال الضغط على edit setting في البداية كما تعودنا assignment name أضع هنا عنوان لهذه assignment فعلى سبيل المثال أنا كتبت essay exam سؤال إنشائي في description حددت تعليمات لهذه assignment ولم أضع نصر السؤال بإمكانكم وضع التعليمات في description وبإمكانكم وضع أيضا السؤال أنا هنا اخترت طريقة مختلفة وهي أنني وضعت في description تعليمات قبل البدء بالحل ووضعت سؤال assignment في ملف ويرد ورفعته في additional files كattachment الخيار هنا لكم ولكن هنا أريد أن أشيل إلى نقطة مهمة جدا في حال وضعت السؤال في description وليس كما أنا فعلت هنا في attachment file مهم جدا أن أنتبه أنني لا أضع صح بجانب display description and course page وذلك لأنني إذا وضعت نص سؤال assignment في description ووضعت هنا صح فسوف يظهر نص السؤال للطلبة قبل بدء بفتح هذه assignment لذلك من المهم جدا أنني أنتبه إذا وضعت السؤال في description أن لا أضع صح ولكن إذا كان الطريقة المتبعة لوضع السؤال مثل ما أنا فعلت الآن في attachment file لا مانع من وجود صح ليظهر هذا الوصف لصفحة المساقع ويراه الطلبة قبلها يأتي موعد assignment لحلها الآن في availability وضعت تاريخ البدء وهو 17-7 الساعة الثالثة عصراً وتاريخ الانتهاء هو في نفس اليوم الساعة الثالثة والربع عصراً وكذلك cut of date نفس due date نفس التاريخ ونفس الوقت أيضاً مهم جداً أن أنتبه أن due date والcut of date هما في نفس التاريخ والوقت الآن بالنسبة للsubmission types هو file submission لأنني سوف أتلقى ملفات من الطلبة عدد الملفات المسموح بها هو ملف واحد المكتمم number of uploaded files الآن في الsubmission setting عدد المحاولات هو مرة واحدة فقط وبالنسبة للغريد الآن بالنسبة للغريد وهو علامة هذه الساعة الثالثة هنا تحدد من قبل المحاضر بناء على التعليمات التي تلقاها من العميد أو من رئيس القسم فكل كلية تلتزم بالعلامة التي تفقت عليها في التوزيع أنا هنا بشكل شخصي واختياري وضعت سبع علامات على سبيل المثال الآن بالنسبة للنقطة الأكثر أهمية وهي restrict access هنا كيف بإمكاني أن أقوم بضبطها بحيث تظهر بشكل أوتوماتيكي في الوقت والتاريخ المعين كل ما علي هو أن أضغط على restrict access ومن ثم أضغط على add restriction سوف أختار date ومن date سوف أختار from أي ابتداء من 17 الساعة الثالثة وأنا هنا ضفتها فلا دعلي أقوم بحفظ هذا الإعداد فهي هنا date from 17 الساعة الثالثة عصرا الآن أضيف قيد مرة أخرى من نوع date أيضا ولكن أقوم بتغيير from إلى until لأنني اخترت البداية الآن النهاية لغاية 17 الساعة الثالثة عصر و 15 دقيقة مثل ما فعلت أنا هنا أيضا لأنني قمت بضافتها فإذا هنا أنا حددت بداية من 17 الساعة الثالثة عصرا وحتى until هنا يجب الانتباه أنني from وهنا until الساعة الثالثة والربع من نفس هذا اليوم بعد ما انتهي من هذه الإعدادات أضغط على زر save and return to course الآن الأسايمنت أصبحت مضبوطة بشكل أنها سوف تظهر بشكل أوتوماتيكي الآن تظهر للطالب بهذا الشكل restrict not available unless it is after 17 جولاي الساعة الثالثة عصرا و ليس قبل هذا وسوف تنتهي بمعنى الساعة الثالثة والربع أي مدتها ربع ساعة وسوف تظهر التعليمات التي وضعتها لأنني وضعت في edit setting وضعت هنا إشارة الصح مثلما أشرت لها في بداية الفيديو أنني هنا عندما أضع إشارة الصح سوف يظهر الوصف في صفحة المساق لذلك مهم جدا الانتباه إلى أن إذا كان نص السؤال في description يفضل عدم وضع صح لكي لا يظهر السؤال هنا وبالتالي الطالب يعرف ما هو السؤال قبل موعد الأسايمنت الآن سوف أريكم كيف سوف تظهر للطالب فسوف أدخل إلى صفحة الطالب هنا مثلا هذه شاشة الطالب الطالب تظهر عنده بهذا الشكل وسوف تكون غير قابلة للنقر فهنا لا يستطيع الطالب الدخول لأن الموعد لم يأتي بعد فهي سوف تفتح الساعة الثالثة عصرا وهذا بالنسبة للطلباء لن يتمكنوا من الإجابة إلا عندما يأتي موعد الأسايمنت هذا بالنسبة لكيفية ضبط إعدادات الأسايمنت لكي تظهر بشكل اوتوماتيكي بناء على جدولة المحاضر يعطيكم العافية جميعاً ومعتمنياتي لكم بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر